وعيادي الحمروني هو فعل النقطة اللي بعدة اللي بش نحكيه وعليه عيادي الحمروني كتواجهه كمنافس معناها كيلعب ضدك الناس كل تحكي على الفينومان عيادي الحمروني كيفش كنت تتعامل معه سامير؟ بدعم تعكورة عيادي بدعم تعكورة وللمعلومة روني حيادي الحمروني يجند لإفريقيا وما تقبلش؟ ومش ما تقبلش الظروف وقتها مش هي هنا نعطيك معلومة مهدي بن سليمان باريكزامل يلعب في الكرام هزيت وانا بكرهابتي دخلتوا الترينة معليكي بسنورهم بتالك الويب افريكا الكرام معلي اقتباهية بهم مهدي بن سليمان مشيت لشريب الامين وقتها مش رئيس هو رئيس الفرع قلت له السي شريف قال لي كيفش ندخلوا لتصغير الترينة انا بلات شي ساحبي قلتوا هزيت يخلي الترينة معنا حبيت نغرمه جمع كامل هزيت ونجيب لانترينمو لونك ومبعد السي شريف قال لي كيفش قلت له السي شريف هذا من الكرام يجب ناخدوه قال ليش طالبين قلتوا طالبين ثلاثة ملايين كورو ماتريال ماتريال وكهو قال لي لي من اخدوه الشي خذتوا المارسا مشالي كي بلسنول ومشال مارسيريا ولعب ومبعد كلوب خذتوا بخمسمائة مليون دونك بش نعطيك عيدي جاء لكلوب ومبعد حسلوا ما ننجحتش العملية مشال الاسبرانس ولا عيدي يحملوني معناها بدع عم تعكور في فترة دي كفوز البنزرتي ذالي مدرب النادي الافريقي على ما اذكر عيدي رو ما ترنيش عيدي تخل كي جاء بش بش يترينة وقالو له لا كريمو قالو له لاي قالو له لاي قالو له لاي ومشال الاسبرانس هذي الجملة اللي تقالت اه تقريبا انا باش نكون صريح معك ما حذرتش على الحكاية ما نعرف الموضوع كيفاش وعيدي شبته وانا في البارة كان جون صغير هكا ذميم معنا حشام واحد وكل شي ميمة لغزمان لو كان في الفريقي كان يعمل الكاريير هذي عيدي الحمروني تكون نهايته يمكن احسن اه لا خطر كي مشي الاسبرانس يمشي في فترة ازاي هي برشة متاع التراجي هذ برشة القاب وعمل اسم كبير وبون عيدي دي ما يقعد اسم كبير هو ما الباساج متاعه في الاسبرانس كان خلق العاد